ونذهب بكم مشاهدين مباشرة إلى معبر رفح ومعنا من هناك مرسل هناك كريم بيبرس كريم يعني أرحب بك أنظار العالم تتجه الآن إلى معبر رفح وتحديدا بعد المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتيريش من هناك والحديث عن بدء أو عن إمكانية عبور المساعدات الإنسانية المتكدسة عند معبر رفح المصري ووصولها إلى قطاع غزة تفضل تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين أذروني بسبب هذه الهدفات من خلف الصوت غير واضح ولكن دعوني أنطل لكم ما يجري الآن منذ قليل كان هنا سكنتير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتيريش وكان هناك هذا المؤتمر الصحفي من أمام معبر رفح من الناحية المصرية تحدث هنا أنطونيا جوتيريش عن أهمية إدخال المساعدات الإنسانية الوجودة هنا على بوابة معبر رفح المصرية منذ عدة أيام وخلال هذا المؤتمر الصحفي كان هناك هؤلاء المرابطون المتواجدون هنا الشباب والمتطوعون متواجدين هنا من أمام المعبر منذ خرجت هذه القافلات التي تصل إلى أعداد كبيرة جدا أكثر من ألف طن من الأغذية أكثر من ألاف الأطنان من المعدات الدوائية وأيضا الكوادر الطبية المتواجدة هنا نرى الآن حماس كبير جدا من المتواجدين ومن الشباب للتصميم والتأكيد على أهمية دخول هذه المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أيضا رصدنا صباح اليوم الإصلاحات التي قام بها الجانب المصري للممر القصير هذا الممر بين البوابة المصرية هي من خلف الآن البوابة المصرية ممر قصير ما يقرب من نصف قيلو متر تقريبا إلى البوابة الفلسطينية كانت متأثرة بشكل مباشر من القصف الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأماكن وهو مما عطل معبر رفح ولكنه كان دائما مفتوح من الناحية المصرية لكنه تعطل بسبب هذا القصف وتم إصلاحه واليوم من جانب الناحية المصرية تم إصلاح هذه الأماكن تم قصفها والآن هو قابل وجاهز لإدخال المساعدات حسبما رأينا بالأمس في المؤتمر الصحفي لسامح شوكري وزير الخارجية المصري وأنتونيو جوتيرش الذين يأكدوا على الدور المصري الداعم دائما لإدخال المساعدات والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي كان هناك هتفات كبيرة ومن الأعداد الكبيرة جدا من خلف هؤلاء الشباب وغيرهم كانوا متواجدين أثناء المؤتمر الصحفي بجانب حاملة المساعدات والقوافة الذين هتفوا بكل قوة لتحرير فلسطين هتفوا بكل قوة لوقوف الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني هتفوا بكل قوة لبيك يا أخصى لبيك يا فلسطين هتفوا بكل قوة أن الدم المصري هو الدم الفلسطيني وأن قضياتنا قضية واحدة كانت هذه الهتفات الأبرز والأهم من أمام المعبر ومن أمام البوابة المصرية أيضا في انتظار على مدار اليوم متى ستدخل هذه المساعدات من خلال هذه البوابة من خلف ربما إذا أفسح الشباب قليلا لترى الكاميرا يعني هذه الآن يعني ربما البوابة بالفعل متواجدة ها هي يعني ربما جاهزة وبعد هذا المصور الحديدي بالفعل تخش حتى هذه يعني الآن سيارة من الدفاع المدني أيضا تدخل هذه البوابة لكن كل هذه تجهيزات واستعدادات للدخول الأساسي للمساعدات التي وصلت من التحالف الوطني أهلي والجمعيات المصرية وغيرها من الدول التي استقبل فيها مطار العريش عدد كبير جدا نعم كريم ويعني من المساعدات من الدول كثيرة في العالم لدخالها عبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة وهو المعبر المصري كريم يعني أتمنى أن تسمعني وسط هذه الهتفات التي أشرت إليها والصورة يعني واضحة تماما ولكن من يكون على الأرض تكون الصورة هناك أوضح بالنسبة إلي إذا كنت تتحدث عن الإصلاحات في الجانب الآخر تمهيدا لعبور شاحنات المساعدات الغذائية والإنسانية الموجودة الآن في معبر رفح من النحية المصرية كما أشرت هل من بوادر هل تعد هذه بوادر لانفراجة أزمة طالت لأيام لدخول المساعدات إلى قطاع غزة أم ماذا هل يمكنكم أن تعيد السؤال مرة أخرى يعني أعيد السؤال وباختصار كريم ما ذكرته من استعدادات وتجهيز المعبر من الناحية الأخرى هل هناك وأنت تقف على الأرض الآن هل هناك من ملامح أو بوادر لانفراج هذه الأزمة أزمة دخول المساعدات نعم يبدو أن الأمر مبشر بالخير بالفعل يعني كنا منذ قليل تواجدنا في المنطقة ما بين المعبر المصري والبوابة المصرية والبوابة الفلسطينية في هذا الممر الذي تم قصفه من قبل كنا منذ قليل داخل هذا الممر وتم رصفه بالفعل وهو جاهز لاستقبال المساعدات فربما بالفعل هذه كلها مؤشرات تبشر بالخير بأن هذه المساعدات على وشك أن تدخل خصوصا بعد التصريحات القوية من الجانب المصري على أهمية دخول هذه المساعدات الإنسانية وبعد وجود أيضا موثل الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي عقد هذا المؤتمر الصحفي من أمام البوابة المصرية ليتم التأكيد على أهمية دخول هذه المساعدات الإنسانية فبالفعل يبدو أن هناك أيضا استعدادات حتى حول هذا المعبر استعدادات أمنية هنا لحماية هذه القوافل أيضا إسعافات عصيرات الإسعاف متواجدة الكل مرابط هنا حتى دخول هذه الصلاة فبالفعل يبدو أن الأزمة على وشك أن تحل بشكل أو بآخر أو مبدئيا لدخول هذه المساعدات يعني أرى أن الأعداد أعداد المرابطين عندك كريم في معبر رفح قد ازدادت عن أمس وقبل أمس وربما لا تنفصل كثيرا عن الصورة في باقي المحافظات المصرية التي خرجت وخرج مواطنوها للتعبير عن رأيهم ورفضهم للممارسات الإسرائيلية العدوانية على أهلين في قطاع غزة يعني كيف هي الصورة لديك الآن فيما يتعلق بالمظاهرات والصورة الحماسية التي رأيناها ونراها الآن على الشاشة نعم فور وصولنا للمعبر وللبوابة تحديدا فوجئنا بهذا العدد الكبير جدا جدا من الشباب والمتطوعين ومن شاركوا في نقل القوافل لمعبر رفح متظاهرين وفي وقفات احتجاجية وتنديدا بهذا العدوان الغاشم على الأخوة الفلسطينيين هنا على الجانب الآخر الأعداد تزايدت بشكل كبير جدا جدا فور وصول وبداية هذا المؤتمر الصحفي ليرسل الشباب المصري والشعب المصري رسالة إلى العالم ورسالة إلى الشعب الفلسطيني أننا متضامنون وأننا هنا من أجل الشعب الفلسطيني وأننا سنرابط هنا على هذه البوابة حتى دخول هذه المساعدات لم تتوقف الهتفات لما يقرب من نصف ساعة أو أكثر ربما ساعة متواصلة هذه الهتفات لم تتوقف من هؤلاء الشباب من خلفي ومن أمامي ومن جانبي كانوا متواجدين بشكل كبير وأكبر من هذا بكثير ولكنهم تراجعوا قليلا ليقفوا بجانب سيارات القوافل وسيارات المساعدات ولكن على الأقل مسافة 500 متر تقريبا كانت مليئة بالشباب والمرابطين هنا من أمام البعض الذين صمموا وهتفوا ورفعوا الأعلام المصرية جنبا لجنب جانب الأعلام الفلسطينية ليؤكدوا على أهمية دخول هذه المساعدات الإنسانية وليؤكدوا على أهمية التضامن المصري الفلسطيني هنا من أهم بوابط رفع وطالبوا بشكل كبير بفتح البوابات كلهم عندهم الاستعداد التام ليضحوا بأرواحهم ودمهم من أجل الأخوة الفلسطيني وقالوا هذا نصا افتحوا لنا البوابات سنضحي بأنفسنا من أجل القضية ومن أجل الحفاظ على السيادة المصرية وعدم تهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية وقتل القضايا الفلسطينية وقفوا بكل حزم وبكل قوة ونددوا بما يحدث وأيضا هتفوا بلبيك يا أقصى وتحيا مصر وتحيا فلسطين كريم يعني مستمرون معك على مدار اليوم كن قريبا من المسافة الفاصلة بين البواب المصرية والبواب الفلسطينية فأنظرنا وأنظروا العالم تتجه الآن إلى معبر رفع لمتابعة التطورات المتلاحقة بعد المؤتمر الصحفي وبعد الدعوات المصرية المتكررة لدخول المساعدات دورك لا يقل أهمية كريم عن دور المرابطين الموجودين الآن عند معبر رفع كل التحية لكم وسنعود إليك لاحقا زميلي كريم بيبرس كنت معنا من رفع من الجانب المصري شكرا جزيلا لك